خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو المقبل بإذن الله بتعقد الهيئة المصرية للشراء الموحد والإنداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية فعليات المنتدى الطبي الأفريقي الأول صحة أفريقيا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمركز مصر للمعارض الدولية ده في إطار تعزيز العلاقات ما بين مصر والمحيط الأفريقي وبيستهدف المنتدى اللي بيجي تحت شعار بوابتك نحو الابتكار والتجارة بيهدف إلى إعادة توجيه أنظار الشركات العاملة في المجال الطبي نحو إمكانيات للسصمار في القارة الإفريقية من خلال توفير أفضل مصادر لسلسلة إمداد تصنيع هذه المنتجات مع ضمان التوزيع العادل للمنتجات والخدمة اسمحوا لي أرحب بالقصد دكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق ورئيس الجماعة الطبية المصرية ورئيس المنتدى دكتور عادل مساء الخير سعداء بتشريف حراكلين النهاردة أهلا وسهلا مساء نوري فندم أهلا بيك أهلا وسهلا دكتور يعني أهمية أن يُعقد هذا المنتدى الطبي الإفريقي الأول في مصر في القاهرة ماذا يعني بالنسبة لكم؟ أولا حضرتك تفضلت وقلت أن هذا هو المنتدى الإفريقي الأول أنا بقول أنه هو المعرض والمؤتمر الطبي الأكبر على مستوى القارة الإفريقية اللي بيُعقد منذ عقود طويلة ونحن ننتظر في القارة الإفريقية أن يكون هناك حدث طبي على هذا المستوى حضرتك تعلم أن مصر تولت رئاسة الاتحاد الإفريقي في عام 2019 حينما تولى السيد الرئيس عبدالتح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي ثم سلمنا الرئاسة إلى جنوب إفريقيا في عام 2020 في خلال عام 2019 فخامة الرئيس وجه أن يكون هناك تعاونا بين مصر وكافة الأشقاء في القارة الإفريقية في كافة المجالات وكان أهم أو أحد أهم هذه المجالات هو المجالات الرعاية الصحية ثم حدثت جائحة كورونا وتعلم حضرتك كيف أثرت على مناحي الحياة بصورة عامة وتأثرت كل المجالات سلاسل الإمداد الطبي والإمداد الدوائي ونظم الرعاية الصحية وجهة تحدي كبير خلال جائحة كورونا فكان هناك إعداد من بعدها مباشرة أو حينما هدأت الجائحة كان هناك توجيه من فخامة الرئيس بأن تتولى هيئة الشراء الموحد والتكنولوجيا الطبية الإعداد لهذا الحدث الطبي فتم التنسيق مع الجماعات الطبية المصرية التي أردت برئاستها أن يكون هناك مؤتمر ومعرض طبي ضخم يعقد في مصر بإذن الله ويوجه إلى القارة الإفريقية هذا المنتدى اللي هو بيشمل مؤتمر طبي ومعرض كبير جدا المؤتمر الطبي يشمل كافة أفرع الطب تشارك فيه الجمعية الطبية المصرية بفراعة مختلفة في أكثر من 250 جلسة علمية في كافة تخصصات وأفرع الطب بيحاضر فيه أكثر من 300 أستاذ مصري وأجنبي ومن الضيوف الأجانب أيضا في هذا المنتدى هناك عدد كبير من جلسات الحوارية والندوات الخاصة بأفرع الطب المختلفة على هامش المؤتمر أو مع المؤتمر بيكون هناك معرض طبي كبير جدا لكل نظم الرعاية الصحية معرض التجهيزات الطبية تشارك فيه كافة الشركات العالمية المتخصصة في التجهيزات الطبية تشارك فيه أيضا شركات الدوائية العالمية من كل أنحاء العالم وشركات الوطنية أيضا العاملة في قطاع الدواء ونقدم للمواطن الإفريقي حلول توفقية جديدة مع النظم الصحية الجديدة التي فرضت جائحة كورونا ظلالها على العالم كله تعلم حضرتك أن القارة الإفريقية بتعاني من يمكن من أكثر من 40% من وفيات العالمية بتحدث في القارة الإفريقية أكثر من ربع أو 25% من الأمراض بتعاني منها القارة الإفريقية وفي نفس الوقت أقل من 3% من الأطباء موجودين في القارة الإفريقية على مستوى العالم فتحديات كبيرة جدا في القارة تتمثل في مجموعة كبيرة من الأمراض والمشكلات الصحية سنحاول أن نجد حلول توفقية وأن ما فرضته جائحة كورونا تعلم حضرتك أن القارة الإفريقية كانت تعتمد على الخارج دائما فهناك حلول بتقدمها مصر أن يكون هناك مشاركة ما بين الدول الأفريقية بعضها البعض ومصر في قلب القارة تقدم الكثير والعديد من الحلول للأشقاء في القارة الإفريقية عظيم أنا أشكر حريك شكرا جزيلا وأتمنى كل التوفيق إن شاء الله في هذه المهمة الطبية الإنسانية أولا وتعاون الطبية ما بين مصر وأفريقيا شكرا جزيلا سيدكتور عاد العدوي رئيس المنتدى الطبية الأفريقي شكرا جزيلا لحضرتك